السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً و سهلاً و مرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 3 من الفصل الخامس هنتكلم عن الـ Type of Diffusion أو أنواع Diffusion The type of Diffusions أو types of Diffusion are Self-Diffusion و Interstitial Diffusion بالـ Self-Diffusion في الحقيقة بيبقى Not Change in Chemical Composition Only Position X Change يعني ما فيش أي تغيير في الـ Chemical Composition كل اللي بيحصل مجرد ترتيب للأوضاع داخل المادة الوحدة أما الـ Interstitial Diffusion فبيحصل تشينج في الـ Chemical Composition لأن في الغالب بتيجي زرات من عنصر آخر داخل زرات العنصر الأساسي وبالتالي بيحصل تغيير في الـ Chemical Composition طيب تعالنا نشوف الـ Condition بتاعة Diffusion يعني احنا قلنا Diffusion يعني انتشار طيب وقلنا معناه انتقال زرات من مكان إلى مكان طيب عشان يحصل ده يبقى أنا عاوز حاجتين نمر واحد Empty Space لازم يكون في مكان للزرات الجديدة عشان تنتقل إلى موضع جديد يعني مثلا لو كان عندي مادة بالمنظر ده فلازم يكون متوفر لهذه الزرات مكان عشان تقدر تغش فيه المكان ده أو لو كانت زرات هتنتقل إلى فراغ فلازم يكون عندي Empty Space عشان تقدر تنتقل فيه هذه الزرات وبالتالي يبقى لازم يكون فيه Empty Space ده نمر واحد نمر اتنين عشان تبدأ تتحرك هذه الزرات وانتنتقل إلى هذا المكان عشان تبقى Interestation أو إلى هذا المكان عشان تبقى Vacancy Diffusion يبقى لابد أن تعطى طاقة طاقة حرارية تزين من أو تعمل عملية Activation Energy له هذه الزرات وبالتالي تمكنها من الحركة في أي مكان وبالتالي يحدث ويتم الديفيوجن